السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان ان التزاما بتهيئة متطلبات العام الدراسي 2020-2021 للدراسات العليا تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث التوقيتات الخاصة بالتقديم والقبول وموعد الامتحان التنافسي وضافة ان تغذية منظومة القبول بخطة الجامعات ستبدأ من تاريخ التاسع من آب المقبل مرورا بتثبيث المواد الدراسية المطلوبة والتخصصات العلمية فيما سيكون الاول من ايلول المقبل موعدا لتقديم الالكتروني عبر النافذة التي سوف اتركها لكم في صندوق الوصف في حين ان 18-10-2020 سيكون موعدا للامتحان التنافسي وسيعقبه اعلان نتاج القبول في 22-10-2020 وتابع انه بالتزامن مع تحديث هذه التوقيتات فان وزارة التعليم تطلق التقويم الجامعي للدراسات العليا وتحدد تاريخ 1-11-2020 موعدا لبداية الفصل الدراسي الاول الذي يستمر لغاية 11-200-2021 فيما سيكون السابع من آذار المقبل موعدا لبداية الفصل الدراسي الثاني الذي يستمر الى غاية 17-6-2021 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر